اختطفت ميليشيات الحوثي شيخا سلفيا وناشطا حقوقيا في عمليتين منفصلتين بمدينة دمار جنوب صنعاء واقتدتهما إلى سجون سرية وقال مصدر المحلي أن ميليشيات الحوثي اختطفت إمام مسجد التوحيد مصر جربان ونقلته إلى جهة مجهولة وضف أن الشيخ المختطف معروف بالاعتدال وعدم الخوز في المسائل الخلافية غير أن ميليشيات لم ترضع عنه وشار إلى أن الميليشيات اختطفت الناشط عمر أحمد منه من أحد شوارع مدينة دمار واقتدته إلى سجن تابعا للمخابرات الحوثية وارجع المصدر اختطاف الناشط إلى آرائه المعارضة لأفكار الميليشيات الحوثية الطائفية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة